جماهير الكرة المصرية النهاردة هيتابعوا المواجهة المرتاقبة اللي هتجمع منتخبنا الوطني مع منتخب بوركينا فاسو ضمن منافسات تصفيات كاس العالم 20-24 يطرى منتخبنا بقيادة حسن حسن قادر على تخطي بوركينا فاسو ولا لأ هل روح لعبي المنتخب هتلعب دور مهم النهاردة ويقدروا يفوزوا ويحقوا أمال الجماهير المصرية خلينا نعرف التفاصيل من أحمد مصطفى النقد والمحلل الرياضي صباح الفل عليك صباح الفل عليك وان شاء الله المنتخب مصر النهاردة قادر على تجاوز عقب بوركينا فاسو القوية جدا طيب احنا ما بنخسرش ببوركينا فاسو احنا ولا مرة لعبناهم ولا مرة خسرنا منهم لا في ودي ولا في دولي ولا في تصفيات أفريقيا لكن احنا اول مرة نلعبهم في تصفيات كاس العالم طبعا التاريخ بينصفنا على بوركينا فاسو في المواجهات السابقة لكن خلينا نقول ان المواجهة دي مواجهة مختلفة لان انت بتواجه المنافس المباشر لك في تصفيات كاس العالم فريق بوركينا فاسو اختلف تماما عن بوركينا فاسو سابقا الكرة عمتا في أفريقيا اختلفت تماما محدش كان يتوقع المنتخب المصري فيه كاسة أفريقية انه هو ممكن يعاني امام الرأس الاخضر فده بيأكد ان احنا خلاص بينا الكرة في أفريقيا تغيرت تماما المنتخبات كلها بقى عندها محترفين كبار جدا والعيبة اعتقد كلها بقى بتلعب فيه عندها على مستوى عالي فالموضوع اختلف تماما فخلينا نقول ان مواجهة بوركينا فاسو النهاردة مواجهة حاسمة وكمان دي المواجهة الرسمية الاولى لكابتن حسام حسن واعتقد هي دي اللي بخليها المواجهة برضو فيها ضغوطات وشايف ان مواجهة بوركينا فاسو النهاردة ان انت لو كسبت بوركينا فاسو بتسهلك المباراة الثانية مباراة غينية بساو وكمان بتبعدك اقل حاجة عن المنافس المباشر لك بخمس نقاط ودي بتسهل الامور تماما في خلاص ان انت الى حد ما بتقرب اكتر من كاس العالم لان المنافس القوي بالنسبة لك بوركينا فاسو هو افضل منافس لك او افضل منتخب في المجموعة بالنسبة للمنتخبات البقية جيبوتي وسترولون حتى اللي انت انتصرت عليهم بسهولة جدا فيه فرق في الامكانيات ما بين بوركينا فاسو وما بين بقية المنتخبات لكن يظل بوركينا فاسو منتخب عنده اللاعبين اللي ممكن تعملك ازعاج النهاردة وكمان لازم يبقى واخدين حذرنا كبير جدا منه طيب احنا هنتكلم طبعا عن استدادات كابتن حسام لكن وانت بتتكلم دلوقتي قلت ان منتخب بوركينا فاسو اختلف عن زمان والكرة اختلفت تماما خلال الفترة هل احنا كمان منتخبنا اختلف خلال الفترة الاخيرة؟ خلال الفترة الاخيرة مع كابتن حسام حسن؟ لا بتكلم بشكل عام منتخب مصر خلال الفترة الاخيرة خمسة سنين فياته مثلا شكل المنتخب اداء المنتخب عاملين؟ اداء المنتخب كان متقسم له جزئين جزء طبعا مع هيكتور كوبر اللي هو كان منتخب مصر يعني منظم دفاعيا وكان بشكل دفاعي اعتقد كان مميز جدا وقدر يقودنا هيكتور كوبر ليه كاس العالم لكن بعد كده في ناحية تانية المنتخب اللي خلاص اتحرر بقى هجوميا وده شفناه بالاخص مع روي فيتوريا مدرسة كيروش كانت مدرسة مناسبة ومتوازنة مع المنتخب المصري لكن ما قد اتناش للأحلام النهائية يعني كانت بتقدم اداء كويس جدا لكن احلام النهائية ان هو يحق كاس المافرقية معنا يقودنا لكاس العالم ده برضو يعني ما نجحش فيه كان فيه اداء بلا نتيجة اداء بلا نتيجة لكن كان عنده سوق حظ خلال نقول ان كان فيه سوق حظ طبعا ان هو خسر النهائي كاس المافرقية امام السنغال وخسر الممبرارات فاصلة برضو ايضا امام السنغالي ولو جينا يعني بصيت لقوة المنتخب السنغالي فتقول ان برضو وارد لما بتقابل المنتخبين اتنين اقوية فاعتقد الموضوع برضو بيقوم معرض ان انت ممكن تخسر فده بيبقى شيء وارد لكن المنتخب المصري كان مع كيروش كان منتخب قوي ومتماسك وكان عنده روح وكان منظم مع روي فيتوريا اختلف هجوميا بقى منتخب هجومي اكتر منه دفاعيا لكن كان يفتقد للروح وده شوفناه في كاسة المفرقية بالاخص ان المنتخب المصري مقدمش افضل اداء ليه في كاسة المفرقية فيعني الروح كان يفتقدها لكن الروح بتعود مع كابتن حسام حسن وده نقطة مهمة جدا لان كابتن حسام حسن واحد من استطير الكرة المصرية طبعا كلاعب واعتقد ان هو محتاج برضو يعمل تاريخ كبير جدا كمدرب والروح هو يعني كان دائما اكتر حاجة بتناس كابتن حسام حسن كلاعب دائما الروح وهون لا يتقبل الخسارة اعتقد كل الخبرات دي هيقدر ينقلها ليه لعبته النهاردة وينقلها لعبته طبعا في طول فترة تدريبه يعني طيب كابتن حسن حيعمل ايه تكتكين النهاردة المنتخب بقى الناس سنين ونتفرج عليهم باختلاف المديرين الفنيين تقريبا مش بيغيروا 4-3-3 هل كابتن حسن ممكن ياخد الرزق النهاردة ويلعب بشكل مختلف ولا الاضمن والاسلم انه يفضل بيلعب بنفس الطريقة باختلاف بقى العناصر اللي حيوزها سؤال مهم جدا ومحير للجميع طبعا لدي المباراة الرسمية الاولى والناس كلها محتارة فعلا هل كابتن حسن ياخد الرزق وانه هو يغير طريقة اللعب يعني انا اتوقع بنسبة كبيرة وبنوع عن شخصيت كابتن حسن انه هو ممكن ياخد الرزق ويغير طريقة اللعب الناس كديرة ممكن تقول ما تلعب السهل اول مباراة ليك مباراة قوية لكن بالزبط انت اخد بركي نفسه ده رقم واحد رقم اثنين فكرة ان انت ممكن تتعرب لقدر الله لاي نتيجة سلبية هتبقى بالنسبة لنا مشكلة لان بركي نفسه لو ادري النهاردة يحقى نتيجة ايجابية ويقدر يكسبك على ملعبك هيتصدر المجموعة وهيبقى بالنسبة له ليه مباراة طبعا عودة على ملعبه فالموضوع يختلف فكابتن حسن بيفكر ازاي يخرج مباراة دي بشكل امن وبناطيجة كبيرة ليه الرزق هياخده انه هو هيجار طريقة اللعب طبعا الفترة الاخيرة زي ما انت قلت منا انه هو دايما بيلعب اربعة تلات تلات وحتى روي فيتوريا لعب كده كتيروش لعب كده وللعيبة المحترفة اللي برا متعودة لما بترجع بتلعب معانا على كده فكله متساستم كله والاهلي والزبائي بيلعبوا كده لكن هو ممكن يلجأ لتلاتة في خط الدار خاصة بعد اصابة احمد فتوح وده السبب من اسباب تغيير طريقة اللعب اصابة احمد فتوح النهاردة عملت ازمة لان محمد حمدي حتى اللعب البديل بيغيب اول مباراة للاقاف فاول مباراة طبعا اعتقد ان هو ممكن يلجأ لتلاتة في خط الدار ويلعب بتلاتة خمسة اتنين وكمان الطريقة دي ممكن ليها ميزة بالنسبة لي او ناس كتيرا بتقول كابتن محمد صراح هيلعب فين في الملعب او استخدام محمد صراح ازاي مع كابتو حسام حسن فالطريقة دي ممكن تدي حرية كبيرة جدا لكابتو حسام حسن طريقة التلاتة خمسة اتنين او تلاتة اربعة تلاتة لان دي هتدي مساحة كبيرة جدا ليه محمد صراح ان هو يلعب كامه هاجم تاني وتدي مساحة ان زيزو يدخل مكان محمد صراح ناحية اليمين ودي نقطة الايجابية ان احنا لازم ناخدها من روي فيتوريا خلينا اتفق ان روي فيتوريا كان ليه بعض الايجابيات لان اكيد ما كانش كل الشغل اللي عامل فترة خيرا كلها كان سلبيات لكن كان ليه بعض الايجابيات من ضمنها ان هو حرر محمد صراح مع المنتخب المصري ونجح في التوظيف والتوظيف الامسل ولو جبنا المبراتين جيبوتي والسريلون شفنا ان كابتن مع محمد صراح قدم اداء كبير جدا رقميا حتى بالاهداف وكمان كاسستات نجح في ان هو يساعد او يساهم في اهداف المنتخب المصري في المبراتين دول يعني هو ممكن يغير طريقة اللعب اضطراريا فقط اضطراريا بسبب مش مسألة ان هو مثلا عايز يباغت وكي نفسه بطريقة لعبة مختلفة ولقدر الله لو حصل حاجة على ارض الملعب ممكن نرجع مرة تانية لطريقة المعتادة اتفق معك جدا فعلا بان هو ممكن يغير طريقة اللعب في بعض الاجزام المباراة وده بناءنا ان انت ممكن تحط لاعب ممكن توظفه والمباراة شغالة يتحول للاعب باك ويتحول بدل ثلاثة يتحول لأربعة زي مثلا احمد رمضان بكا ناس كتيري بتقول ان عمر كمال تم استدعاءه بديل فتوح طبيعي منطقي ان هو اللعب الوحيد حاليا في القائمة لعب باكلفت مكان فتوح ويلعب في النادي الاهلي مكان عالي معلول لكن هو استدعاء من ثلاثة اربعة ايام تقريبا مش عايز اقول ان هو لو يعني طبع كابتصان مثلا احنا كلنا تكلمنا بلكده ان هو كان عمر كمال تم استدعاءه وكان يستحق الاستعامل بدل شوية لان انت عندك ازمة في المركز ده ومقدم اداء كويس لكن هو ممكن يلجأ للاعب بيقدر يلعب مركز المساك كثالث وفي نفس الوقت ممكن يتحول في حالة الهجوم او في البلد اوب لباكلفت هو احمد رمضان بكا ده اللعب الوحيد اللي موجود انا تخيلت الاقرب ممكن يكون كوكا لان بس فكرت في مخي كده انه ممكن يكون عمر كده عشان البنية الجسدية مع لعيب بوركينا فاسو هيعرف روحه ييجي هتفل معك جدا لو هو لجأ للاعب لعب باكلفت سواء ما بين المنافسة ما بين عمر كمال وما بين كوكا اعتقد هتبقى اقرب له عمر كمال لان طبعا السرعات كمان السرعات عند فريق بوركينا فاسو خاصة في الاظهرة قوية جدا 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 وكمان في الاطوال هم كمان موزين في فكرات السابتة لكن فكرة ان هو هصلا مش هيلجأ لواحد من اللاعبين سواء بيكهم او ازل سوريا او عمر كمال او كوكا هو هيلجأ للاعب عنده مواصفات المساك لانه عايز يأمن برضه ما يدخلش في هدف هو عايز يهاجم يد حرية لمحمد صلاح عايز يد حرية ليه امام عشور عايز يد طبعا كده 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 مصفى محمد بيلعب كمهاجم صريح وفي نفس الوقت ترزجيه هيبقى مفاجأة في المباراة دي في المركز جديد جدا ممكن الناس كده تتوقع ان ترزجيه هيلعب كجناح جمال لكن ترزجيه ممكن يلعب النهاردة كباك في طريقة 3 اربعة ثلاثة ده مفاجأة من المفاجأة مدعى على تغيير التأسيمة بقى طبعا لانه هو لو لعب تلاتة النهاردة عبد المنعم ولعب برامي ربيعة واحمد رمضان بيكهم ومحمد هاي ناحية اليمين هيبقى ترزجيه يعني ناحية الشمال لو نفتكر طبعا محمد براكاتنا كانت حصلش حدث في كاسفان فكيه لما كان بيلعب باك رايت كان دايمة ليه دايما في المناطق الهجومية كان بيلعب كل حاجة بصراحة كل حاجة بالضبط ومستر مدعو جزيه كان بيستخدمه للاستخدام ده حتى لو نفتكر نهائي كاسفان فكيه 2006 كنت فور ضربة الجزاء براكات كان موجود داخل منطقة الجزاء فكانت عسل دائما حتى مع الاندية اللي ضربة كان بيلجأ طريقته المعطاة ده في اغلب الوقت كان بيلعب بتلاتة على العلم يعني لو كان بيلعب بتلاتة خمسة تنين بتلاتة ربعة تلاتة هو دايمة بيلعب بيميل الترية دي على فكرة الطريق تلاتة هجومية لكن انت هتستخدمها ازاي احيانا انت بتأمن بالتلاتة وده عشان التحولات الهجومية اللي مميز فيها جدا فريق بركينا فاسو فريق بركينا فاسو خطير جدا في التحولات الهجومية عندهم سرعات كبيرة فالتلاتة بيأمنوا لك الحتة دي وفي نفس الوقت انت بتدي مساحة جدا لان احمد سيد زيزو موجود لو لعب ومحمد صلاح يبقى موجود بالجوار مصطفى محمد وفي نفس الوقت انت مدي حرية كبيرة جدا انت كده عادت حمدي فتحي انا ما عادتوش انا كده حسام عسن اللي عادتو انا احساسي بيقول كده طبعا حمدي فتحي لعب كبير جدا انا عايز اقول بمناسبة حمدي فتحي وفي ناس كتيرة كان بتتكلم ان كده حسام عسن ظلم بعض اللاعبين في عدم استدعاقهم يعني خلينا نقول بمنطق وبالعقل في لعبة ممكن تكون قدمت اداء كبير جدا في الدورة لكن لو جتكر انطها باللعبة اللي تم استدعاقها سواء حمدي فتحي في نص الملعب بالاخص حمدي فتحي مران عطية كوكا امام عشور اكرم توفيق انت بتتكلم في خمسة اعتقد صعب جدا يكون حد ممكن افضل منهم حاليا حتى لو حالة الانسجام بين اللاعب وانهم يكونوا فاهمين بعض ده افضل مكتير انه يكون لعب مهاري جدا لكنه مش فاهم طريقة لعب زمائل المجديم دي مهمة جدا وبشوف ان السلاسي الدك المنسبة لي كان اقرب ليه لو هو لجأ للبقاء للسيناريو السه اللي اربعة ثلاثة ثلاثة هيبقى السلاسي اللي المنساجم اكتر هو السلاسي مران عطية اه اكرم توفيق امام عشور السلاسي دولا اللي انهم اه مبارات الترجي التونسي في الهاية دورة بت описании برضو انا خرجت حمدي فتحي برضو من السيناريو انا برضو هو هو اللي خرجه برضو مش انت لا ازيزوان هو برضو مش انت طيب احنا اتكلمنا على كل المراكز ما كلمناش عن حرصة المرب دي الأزمة اللي ناس كلها محترمة بنا زاريباً مفترة عايزين نطمم بس نشوف هيعتمد على مين طيب هو هيعتمد بنسبة 100% على محمد الشناوي وده ليه أسباب كتير جداً أولاً كانت محمد شتاب عن مصطفى شبير مقدم أداء كبير جداً 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 وأثبت أنه هو حارس كبير وحارس جدير بحرصة مربع الدهلي وكمان يستحق الاندباب المتخب مصر وأنه هو لحد الآن كلنا محترين مصطفى شبير ولا محمد الشناوي وده حرة جميلة لكن الخبرات هنا هتحسن طبعاً الصراع ده وكمان استدعاء كابتن حسام حسن لمحمد الشناوي وهو يعني ما شاركش ولا مبرار مع الناد الأهلي بتأكد أنه هو عنده سقة كاملة فيه وكمان بتأكد أنه هو هيعتمد عليه كحارس أساسي اليوم ده ما قاللش طبعاً مصطفى شبير لأنه أنت كحارس صغير في السن وحارس أعتقد أثبت في فترة قصيرة في دورة طبعاً وتسعة من تسعة مباريات وكدت الناد الأهلي ليه في فترة أفريقيا طبعاً فحارس كبير حارس واعد حارس ليه مستقبل كبير لسه لكن في نفس الوقت أنا هقول حاجة بس بحطة مصطفى شبير دي يعني أنا من وجهة نظري برغم أنه هو متقلق لكن من الأفضل عدم بدء المباراة يعني أنا أتفل مع كابتن حسام حسن لسبب ده حماية لكابتن المصطفى شبير طبعاً ما يحرقهوش وبيحميه خبرات الشناوي في المباراة دي طبعاً هتلعب دور مهم جداً وكمان استدعاء الشناوي ده بيدي دافع لللاعب نفسه أتفق معك جداً وأنا قلت إن استرام محمد الشناوي ده مهم جداً لسبب لإن أنت لو ما استرعتش الشناوي أو ما شاركش الشناوي في المباراة دي أعتقد نفسياً هيأسر محمد الشناوي جداً فمشاركته أنت كسبت عودة حارس كبير جداً أو حارس رقم واحد في مصر وكمان كده كده مصطفى شبير جاهز في أي وقت وأعتقد لسه للمستقبل كبير جداً نفس الوقت أنت حافزت عليه لإن المباراة دي برضو مش مباراة سهلة زمالات كده ممكن تبقى متخيلة لا مباراة صعبة مباراة قوية وأعتقد فيها متجرد كده جداً شكلها يكون عامل إزاي؟ هيبدأ إزاي كدتنا حسام كدت حسام حسن النهاردة عنده حيرة هل يبدأ بضغط كبير جداً؟ هل يبدأ باندفاع هجومي؟ وده الطبيعي أنت لاب على مععبك وسط جمهورك لكن أعتقد أنه هيبدأ بطريقة متوازنة وعشان كده أنا قلت اللي هيبدأ بتلاتة في خط الظهر عشان يأمن حتة دفاعية يأمن هيبدأ بالتلاتة في نص المرعب ويوجود أكرم توفيق لأن أكرم توفيق بدنياً قوي وبيقدر نعمل الدور الدفاعي والدور الهجومي وده الدور اللي يقدر يخليك أن أنت عندك توازن في نص المرعب أمام منتخب قوي عنده سرعات بيرعب كرة دلوقتي على الأرض عكس طبعاً الكرة اللي كانت زمان بتتلعب الكرة الطولية وخلاص لا لكن هو عايز دايماً يخلي عنده حتة أن يبقى مأمن برضو خط الدفاع بتاعه والموقف تعمل برات النهاردة بيفكرني بموقفين الأهلي والزمالك في نهاء دورة بتلقى فريق نادي الأهلي أمام الترجل التونسي كان محتاج أنه هو يسجل في نفس الوقت ما يدخلش فيه هدف فكان هنا المجهود مضاعف مجهود مضاعف جداً أنه أنت بتبقى محتاج تسجل نفس الوقت أنت مش هايز تخل فيك هدف إن هدف لو دخل فيك هيربك الأمور كلها وهيخلي الفريق طبعاً كله أو اللعبة كلها تبقى تحت الضغط فأعتقد أن التوازن النهاردة مهم جداً لكن محتاجت في أول ربع ساعة تعمل ضغط عالي جداً على فريق الكنافسه عشان تحرز هدف أولاني والظروف معاك على أرضك ومع جمهورك دي مهم جداً إحراز الهدف الأولاني في أول ربع ساعة خلاص بيرايح اللعبين جو حلو بالليل ما همفيش شمس يعني كل حاجة مبيع لا وإن شاء الله طبعاً يعني اللعبة تبقى جاهزة وكبتو حسام حسن أعتقد هو يعني الوقت ممكن ما يكونش كافي لكبتو حسام حسن في الفترة اللي هو كان موجود لكن أعتقد أنه كان في الفترة دي بيحاول يلم اللعبين ويستعيد بحاول اتعامل معهم نفسياً أكتر لكن أعتقد النهاردة مباراة محتاجة فيها روح كبير جداً محتاجة أن إحنا عندنا إسراء كبير جداً من البداية على المكسب وكمان بشوف أن أول ربع ساعة لو دخلنا هدف هتحسم طبعاً حاجات كثيرة جداً في المباراة إن شاء الله يمتعوننا إن شاء الله شكلاً ونتيجة بإذن الله إن شاء الله كل شكر لك أحمد مصطفى النقد والمحلل أرياضي شرفتنا ونورتنا حبيبي أنا مبسوط جداً أن كنت معاك وصباح الخير على كل المشاهدين صباح الخير